طبعا الكونفدرالية طبعا والزمالك ومباراة ابو سليم الليبي طبعا المباراة هتتلاعب في الجزائر في عنابة الساعة 6 يوم الحد خلينا نقولنا مباراة حيشوفها جمز بشكل ان هو برضو بيستكشف الفريق بتاعه راجل اللاعب معاهم مباراة اسماعيلي تا دايبان شكل لنادي الزمالك نادي الزمالك عنده احسن من كده مباراة بالنسبة له مش عايز يخسرها عايز يحافظ على الصدار الزمالك 10 نقاط ابو سليم في المركز التاني 9 المجموعة زي ما حضرتكم شايفينها سهلة يعني الزمالك اول ابو سليم تاني بفريق بونت سجرادة اربع نقاط سوار يعني ما جابش نقاط فطبعا الزمالك على رأس المجموعة وفي نفس الوقت يمكن بيقدي دور مجموعات كويس بغض النظر عن قوة المجموعة او ضعفها مش دا المهم المهم ان الزمالك ماشي فيها بشكل كويس كسب 3 مباريات اتعاد المباراة مع سجرادة في المركز الاول وده كان شيء مهم ولو تفتكروا نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك اما حطت ايده على قلبه في الدور التمهيدي قبل الوصول لدور المجموعات قدام ارتا سولار مجرد بس ان انت مباراة يعني حسيت انها مباراة خفيفة حسيت ان انت مباراة حتكسبها ماشين بس مجرد تقضيط واجب حبا الزمالك خسر اتنين سفر في جيبوتي كانت مفاجأة ولكن اتفاجئت هنا كمان في العودة ان ارتا سولار تقدن كمان على الزمالك وعد سفر ولكن معدن لعبت الزمالك مع الجمهور اللي في المدرجات ادر نادي الزمالك ولعبت نادي الزمالك ان هو يعمل المنتدى ويسجل اربع اهداف وصل بيهم لدور المجموعات عشان كده احنا دايما بنقول لاي لعيب من لعبتنا ما تستقلش حاجة ما تستسهلش حاجة هذه في المجموعة هو واكيد الفرقة دية مهما كانت التلاتة اللي موجودين مع الزمالك اكيد اقوى من ارتا سولار يعني ارتا سولار احنا اول مرة نسمع عن ارتا سولار مع كامل الاحترام طبعا للكرة في جيبوتي ولكن في فرقة هنا اجمد ابو سليم سجرادة ولكن اما كانت الدنيا بتستسهل لا كانت الدنيا ممكن تروح في حتة تاني زمالك قادر ان شاء الله خصوصا المباراة الاخيرة 3 مارس طبعا هيواجه سوار يعني ما تحصلش على اي نقاط من مواجهاته الفترة الاخيرة وطبعا على لعيبة نادي الزمالك انها تركز في المرحلة اللي جاية تركز الاول في مباراة بكرة ازاي ينهي الزمالك مجموعته متصدر وبعد كده طبعا للمرحلة اللي جاية اللي هتبقى مهمة مرحلة جاية بقى اللي هيبقى كمان فيها تبتدي بقى يشارك كمان في بطولة الدوري الادوار اللي بعد كده في بطولة الكنفدرالية خصوصا النزمالك يمكن فقد نقاط كتير في الدوري المصر طبعا التمرين كان اشتغل الراجل عمل بعض الجمل الفنية بعض التحركات من على الجناب الراجل برضو عمل تأسيمة برضو يشوف اللعيبة فيه طبعا لعيبة طبعا شاركت في مباراة الزمالك مثلا زي عبدالله السعيد زي ناصر ماهر ولكن طبعا اكيد مش هيبقوا موجودين علشان كلنا عارفين يعني حتة ان عبدالله شارك قبل كده فيه مع بيراملز وناصر ماهر مع فيوتشار فطبعا لا يحق لهم المشاركة مع نادي الزمالك في مباراته القادمة طبعا ده المستبعدين من قيمة فريق الزمالك عبدالشافي طبعا اصابة واحد من العيبة كبار والأساطير اللي موجودين في مصر ما بقولش في نادي الزمالك في مصر ربنا يشفيه طيب ويعفيه ويرجع لنا في أسرع وقت واحد من الناس اللي كان أعلن اعتزاله ورجع أما يحس ان نادي الزمالك في احتياج لي نفس الموضوع بالنسبة لمحمود حمدي الوينش اصابة ربنا يرجعوا بالسلامة رب محمود علاء أسباب فنية وزياد كمال اصابة مصطفى الزناري اصابة وبعد كده إبراهيم النضاي اصابة طبعا اصاب برضو المباراة الأخيرة اذا كان هو الزناري المباراة لإسماعيل وبعد كده طبعا فيه بقى سيف جعفر وعبدالله السعيد وناصر مار زي ما قولنا طبعا لعدم القيد الأفريقي طبعا في الأخير طبعا احنا بنتكلم طبعا على فيوتشار وبرضو مواجهة مهمة قدام السوبر سبورت بطل جنوب أفريقيا قدر فيوتشار في المباراة الأولى انه يفوز على السوبر سبورت بطل جنوب أفريقيا موقعه في الجدول يمكن مريح يعني اتوقع صعوده كتاني المجموعة فريق كبير وفريق محترم يعني قدر انه هو يفرد نفسه على الصحة الكروية في مصر في خلال السنتين اللي فاتوا زي ما قدام حضراتكم ها هو اتحاد العاصمة عشر بونت مودرن فيوتشار سبعة بونت الهلال الليبي تلاتة بونت السوبر سبورت تلاتة بونت دايما بقول الدنيا بتبقى يمكن صعبة برضو شوية مودرن فيوتشار وكابتن تامر مصطفى برضو نفس الموضوع جديد على الفرق اذا كنا تكلمنا على يوريتشيتش مدرب بيراميس كابتن تامر لسه جاي يعني ابتدى يشتغل معاهم بشكل يعني واحدة واحدة بيستكشف الفريق كلنا عارفين فورمسينو كان موجود يعني ما كانتش الاداء اللي بيقدموا على طموحات الادارة مشي جي كابتن حسام حسن ما عادش ملحقش كابتن حسام حسن بقى مدير فن منتخبنا الوطني فجي كابتن تامر مصطفى يمكن شوفنا مشاركات الاخيرة لفيوتشار يمكن نتائج ما كانتش قوي في بطولة الدوري ولكن اللي بياجمني في فيوتشار انه هو دايما في البطولة الافريقية في الكونفدرالية غير طبعا في الدوري كلنا عارفين انه كان في هزيمة من بلدية المحلة في سات غزة المحلة واحد صفر ورغم ان عملوا مباراة كبيرة وكانت كبيرة فعلا وكانوا يستحقوا الفوز في المباراة الاخيرة قدام المولين العرب ولكن المباراة انتهت اتنين اتنين ولكن خلينا نقول حتى التعادل بالنسبة لفريق مودرن فيوتشار هيبقى نقطة ايجابية وحتأهله انه هو يحافظ على المركز تنين في مغموتو